لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذن قلنا هذه الإشكالية تترك الدستور ليس له مصدقية مهما كانت وجاء تم اختيار له يوم أول نوفمبر رئيس الجمهورية يقول أنه برلمان أو عفوا أنه دستور نوفمبر سماه دستور أول نوفمبر يا رجل هناك تغييرات كثيرة بين أول نوفمبر يتحدث عن دولة جزائرية مسلمة لسانها عربي أنت الآن تتحدث عن دولة مزدوجة اللغة لسانها دولة عربية أمازيغية هكذا تسميها بدأ تاريخها في الدولة في تاريخها النوميدي ونسيت تاريخها العربي العريق الذي يمتد في أعماق التاريخ نسيت كثير من الأمور دباجة الدستور عليها الكثير من المؤاخذات عن أي دستور تتحدث وتسميه أنه راعة قيم بيان أول نوفمبر أول قيمة لبيان أول نوفمبر أن تبنى الدولة الجزائرية على مبادئ الإسلامية فعين المبادئ الإسلامية في هذا الدستور؟ لم يذكر الإسلام إلا أنه دين الدولة وليس الدين الرسمي للدولة وهنا فرق شاسع عندما تقول على أن الدين الرسمي للدولة فإنه لا يمكن أن يخرج أي قانون قد يتعارض مع الشريع الإسلامي أما عندما تقول دين الدولة يعني أن الدولة غير ملزمة بالتقييد بشرائع هذا الدين ولكنها تعترف بأنه دين لأساس ماذا؟ على أي أساس؟ على أنه دين الأغلبية الساحقة من الجزائرين فقط فأعترف به كدين وبعد ذلك تأتي دين الأمور الأخرى قضية حرية العبادة قضية إبعاد المساجد ومثل هذه الأمور كلها تمهيد لحصر الإسلام في مادة ثانية لا تحق ولا تصو فقط مادة ليست لها أي معنى بمعنى الكلمة لكن لو قلت الدين الرسمي للدولة فأنت هنا ملزم أن لا يكون شيء يحدث في هذا البلد أو يأتي من هذا البلد يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قيم الإسلام أما أن يكون دين الدولة هو الإسلام فأنت تعترف به فقط كدينة وليس كشريعة ملزمة ألزمة الرجوع إليها وملزمة تطبيقها وملزمة في كثير من القضايا لذلك أقول أن هذا دستور جاء فقط ليرضي المنظمات الدولية والهيئات الدولية وليس لإرضاء الجزائرين أو للتعبير عن قيم هذه الدولة وقيمها الدينية والفكرية والثقافية والإديولوجية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله